تعالوا نخش في الجد الاهلي تشكيله المتوقع لهذه المواجهة هيكون كالتالي في حلاص المرمة هيلعب مصطفى شبير في خاط الدفاع هيبقى فيه رامي ربيع ومحمد عبد المنعم وزي ما حراك شايف كده كريم فؤاد الناحية اليسرى لتعويض علي معلول محمد هاني على اليمين مرارة عطية وأكرم توفيه وإمام عشور وحسين الشحات وبرستاو وسامة بعلي ده البيزيك ده الطبيعي أو ده المتوقع هتسنع الرأي هقولك لو أحمد نبيل كوكا جاهز يلعب مكان كريم فؤاد لو هتسنع الرأي أقولك أحب محمد مجد يبدأ هذه المواجهة بدأ من أكرم توفيق ده رأي رأي ده زي رأي حضرتك اللي ممكن يبقى مختلف معاه زي أراء ناس كتيرة فنية كل واحد شايف التشكيل المناسب زي ما هو عايز هم نتكلم في الكورة يعني مش نتكلم في الكيميا بس الراجل مارس الكولر هو اللي شايف اللعيبة عاملة زي هو اللي عنده طريقة لعب هو اللي عنده أفكار هو اللي عنده طرق هجومية وطرق دفاعية هو اللي هي يقولك والله أنا أحب ألعب بأحمد نبيل كوكا عشان تبقى على عدلته فده هيسهل مهمة إمام عشور شوية مع حسين الشحات الجبهة اليسرى القوية دي اللي كان بيبقى فيها عالي معلول ممكن يلاعب كوكا يقولك لا والله يا كريم فؤاد اللي كان رجله في الملعب المباراة الماضية فلا تعال نبدأ بكريم فؤاد هي يقولك مثلا في وسط الملعب لا أنا مش هلعب في وسط الملعب بسيب أكرم توفيق ومروان مع إمام عشور وممكن يقولك لا والله أنا ممكن أبقى محتاج محمد مجدي أفشا في المباراة دي عشان الترجب تبقى حالي يبقى متكدر جدا دفاعين فهبقى محتاج حد يفق التكترات الدفاعية دي فأفشا ممكن يبقى يدور كل ده هيشوفه وهيفكر فيه وهيدرس المنافس بشكل كويس مرسل كولر زي ما قلت لك احنا سهل جدا كلنا نقول قراء عادي هم نتكلم في الكورة وكلنا شايفين تصول للمباراة بس الراجل هو اللي هيشتغل وإن شاء الله معاه ومع لعيبة رجالة بإذن الله موهوبة مميزة عندها خبرات عظيمة جدا يقدروا بإذن الله حقاوه دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم إن شاء الله طيب